ترجمة نانسي قنقر 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 فهو اللي يحس انه معي لذلك احنا ندعو للنوع من الورش احنا كجمعية اخدنا على عاتقنا ان نوصل هذه المعلومة الى الجيل الجديد خصوصا ان الغرفة على ابواب انتخابات قادمة فتأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب للتأكد من ان الجيل القادم اللي راح ان شاء الله يمسك الكراسي في المرحلة القادمة يكون قادر على هذه المسئولية واحنا كلنا ثقة طبعا بعد بابناء البلد لكن نقل المعرفة يحتاج الى الجهد لكسب هذه المعرفة ونقل الخبرى بطريقة سليمة اصدرت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تقريرها الاولي لاحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الاخير من عام 2017 اذ اجتملت تقرير بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ ويعادة التصدير وذكر التقرير انه خلال الربع الرابع الماضي بلغت قيمة اجمالي الواردات السلعية نحو اكثر من مليار دينار بارتفاع عن نسبته 20% وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الاولى في حجم الواردات تليها الامارات بينما تأتي الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثالثة ومن جانب اخر ارتفعت قيمة اجمالي الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 22% واحتلت السعودية المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ وتليها الولايات المتحدة بينما تأتي الامارات في المرتبة الثالثة اما فيما يخص اعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة اعادة التصدير بنسبة 50% اعلنت شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات عن طرح 30 رقما للفئة الجديدة من الارقام المميزة للوحات السيارات الخاصة للمزايدة الالكترونية وذلك من خلال الموقع الالكتروني للعربية للمزادات او التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة وذلك اعتبارا من اليوم الاحد وحتى الرابع من فبراير القادم وسيكون الحد الادنى لبدء المزايدات 100 دينار وتشترط آلية المشاركة فيها التسجيل عبر الموقع الالكتروني للعربية للمزادات الظاهر على الشاشة او تطبيقها الخاص عبر الهواتف المحمولة ويتطلب ايضا ايداع مبلغ 20% من قيمة حد المزايدة ويتم بعد رسو المزاد اصدار فاتورة لاتمام عملية الدفع بالكامل والحصول على شهادة الملكية للرقم وقفة سريعة الآن مع اسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث اقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع النسبته 0.4% عند 1342 نقطة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الاسهم المتداول 29 مليون و148 ألف سهم بقيمة اجمالية جاوزت 5 ملايين و 676 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 400 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة اسهم المتداولة من نسبته 89.95% من القيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مع اغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالي السعودية والتي اغلقت عند مستوى 7538 نقطة كما هوم وضح على الشاشة بارتفاع نسبته 0.22% اما بالنسبة لبورصة الكويت فقد اغلقت عند مستوى 6629 نقطة من خفاض انبلغت نسبته 0.34% ولسوق ابو ظبي للأوراق المالية والذي اغلق عند مستوى 4631 نقطة من خفاض انبلغت نسبته 0.25%